السلام. مرحبا بكم. احلى الوصفات معي انجي. شنو رأيكم نشارككم هاد صابلي اللي درت كيمية بسيطة وبعجين واحد درت هاد ثلاثة نوعات بثلاثة ديال النكهات مختلفة. جا صابلي زوين بزاف 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 الماضيق. والشكل كيف كتشوفو. عالشكل ديالو كذلك جميل. الى بويتو اللي عجبكم تفضلوا معايا ونخدموه مع بعض. ناخد واحد مية وعشرين زبدة او مية وعشرين زبدة او نصرة بعادية الزبدة. يعني انا درت كيمية بسيطة. ودرت فيها واحد سبعين جرام ديال سكر غلاسي. واحد فاني ودرت معاه قرصة ديال الملحة. غادي نخدمه. حتى يتخلطو مزيان. على فكرة اللي بغاش العداد يكون اك يحاولي يدير له دوبل ديال اه اه اضعف يعني الكيميات. انا درت شي حاجة بسيطة يعني طب صيل واحد كبير او بلاتو واحد مقاد. كان بقى كان نخدمهم هكا يحسي وليه حزدة. كان سيد واحد البيضة. ونبعد كندير الدقيق. الدقيق. اه على ما هستطلية العجينة ولكن قدي ندير كيمية اه اقل من اللي غاتبغي العجينة. يعني انتم ما تشوفوا. عندي الكمية ما زالة قليلة. احنا عندي اه ربعة ديال الدقيق. اكي نخليس النغر شوية. هاتوا مايلا بحطوا. ما زالة العجينة ما زالة بغاية دقيق. ما زالة خاصة دقيق. ولكن انا كنكتافيها كايا. لانه بغيت نقسمها وهذه نزيد اه حويش قرين وعاد باش نقدر نزيد دقيق اللي خاص العجينة. انا قسم سالة تلاسة ديال اه. تلاسة ديال اه قطعة يعني. هنخدم كل القطعة بوحدة. عندي بخالينة. عندي كوكو. كاكاو. اه الاولى عندير فيها واحد جوج معالق كبار يعني كبار راتبارك الله عامري. ديال البخالينة. كتجي لده ديال اغزالة اغزالة هذي اللي ببخالينة. هاتوا ما كيشفتوا خادرة البخالينة خاصة دقيق. غادي نزيد ده بالدقيق اللي غادي تخص العجينة. حتى تجمع ليه عجينة عادية ديال سابلي. را كل شي كيعرف كيف كتكون. الكرة الاولى اللي درتها بآآ بخالينة هاي وجداد سهل عجينة مقاددة. هنحطها. ناخد ثانية. هنزيد لها آآ آآ جوج معالق ديال اه كاكاو او ساشية اللي كيستعمل الساشي. ساشية ديال كاكاو. وغنزيد هاد دقيق سعية آآ لحسب. الدقيقة يكون اقل من الاولى لانه الكاكاو اصلا عبارة على دقيق يعني كي يجمع العجينة. نحسب بها مازالة خاصة الضقاق. كنزيد احتى آآ تجمع لي الضقاق مزيان. وصافيه. هاد نحطها العجينة. وناخد آآ العجينة الثالث. هنزيد ليها جوج معالق ديال آآ آآ دقيق آآ 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 لازم تحون يعني مزيان. اللوز العادي. وكان جمعاتها هي خاصة دقيقة نزيدها. اي عجينتها وواجدها. قدي نغلفهم ونديرهم شوية يرتاحوا في تلاجة. ونرجع. ونقطعهم. بشكلة اللي بغيت هانتو مشكلة درت. درت هادي ودرت هادي. ديالتها. درت شكيلات يعني ما باش نطوع عليكم فيديو. خديت هادي آآ عجين السكر قطعتو دواور على شكل والنوع من آآ العجين اللي درتو دواور العادي. عجين السكر طبعا. وخديت واحد جوج مع القبار ديال يزد فيهم النكحة ديال الفاني سقدوه تديرو اي نكحات سقدوه تخلي وهكاك. انا زدت واحد جمع القبار ديالنكحة الفاني. وغادي نديرو باش يسخن شوية في ميكروات باش نقدر للاسق بيه. آآ آآ سخنتو دا با كان ديرو فوق الحلوة اللي قتلكم ساب اللي درتها اللوت. وكان نصقها كالباطاسيوك اللي قطعتها بنصق الطعام. ونصددك الزواقها اكاك وكان نكمل. غادي نكمل حتى نصوب كل الحلوة كاملة. بهذا الشكلات بها الطريقة. اغير كل ويناس ديال الوريضات. مرة درس وريضة مرة درس قلية. وليكون لغم مختلفين. وهذا الدائرة درتها كلها بيضة عادية يعني. انا عسمر حقا وهاش كي لاس كيف آآ جوني. شكل اول يعني. اللي بنكهات اللوز. احنا اخذت شوكولة. شوكولة يكون مزيد. اه دوه بسوق في ميكورونت. وستلي البخالينة. نديرو بنسبة الحلوة اللي قدرتها اصلا بنكهات البخالينة. بعد ندير لي هالشوكولة مع البخالينة. هيا درتها هكا يا. كان ناخد آآ في التحت وكنزيد على الشوكولة ونحط اخرى هكا من الفوق. ونستمر حتى نكملهم تا هما. هذا الشكل الثاني يوكي جلدية. مسا مرها كياح سنكمل كل شي. ونوريكم الشكل الثالث اللي صوبت. النكة ديال كاكاو. صوبت له الكراميل خديت مع القاة ديالك ليكوز هكاية. ترتفع دا وممكن تصنع عليها ماشي ضروري. غدي نزيد واحد الكاس ديال السكر. وغدي خليه هنا تعيو اللي كغامل. فوق النار طبعا. هترجع ليه كغامل. هناخد واحد نزيد ديال. بوتو ديرو كخيم فخيش بوتو ديرو الحليب. انا درت مجرد حليب. قريصة الملح طبعا. قريصة لان الكراميل كيتواتع مع الملح بمزاف زوين تيجي. لان الكراميل بوحدود كحلاوة مجاهدة كسكن شوية كثيرة. الملح كيهرسها. لقدر تسكس ديال السكر. واندير نسكس ديال الحليب ما كاملش. وضو البال من النار الحليب فش كاسبه. قدو حركة ديرو كيبا يطلع. حاولو طلعو. وبعدو شوية من النار حتى يتحدن وعاودو تعطيه النار. عمقان هاركوها كحتي واللي كراميل مقعد سقيل. وغانسيت عليه آآ مرصويات دير شوكولة ابيض. تقريبا واحد مية جرام دير شوكولة. وبهد الكراميل اللي صوبت هو باش عادي آآ آآ للسقل شكل تالس ديال الحلوان خليه شوية يبرد. وانت نلسق به. هوا الكراميل ديالي على فكرة هاد الكراميل ممكن تخليه ما كيخسرج تقدروا استعملوا البزاف الحويش. طبعا بقي شوية سخون يعني بقي مشتش فراسه. من بعد عادي يشتفراسه فاش ندير الحلوة فتلاجة ضروري الحلوة تتعرف شوية فتلاجة. اللي بنسبة للاخرى اللي ندير الشكرات سوقتو دابة مع الحال سخون. بالافضل اللي حطها فتلاجة شي شوية وعاد باش نخرجوها نقدموها. هاكده الشكيلات اللي درت جاوم اختلفين. عاجين واحدة كيف شفتو خرجت منها ثلاثة ديال الشكيلات غزالين. آآ باللوز بالكاكاو آآ بالآ البخاليني. وها شكيلهم. بنسبة القيطات قدوا تديروا الشكل اللي عندكم. وها شكل نهاء اديالهم. شنو رأيكم? ان شاء الله يكون عجبكم وعجبكم حليوات. كنضمن لكم إلا جربتوهم. كما ضاق روعة. شكيلات هاو ما قدامكم كتشوفوهم وتتشوفوهم. ولكن كما ضاق روعة. يعني ما يحشموكمش. ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. ونكون خفيفة لقلبكم. وإلا عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك. لي ما مشتركش يدير اشتراك. لي بغا يتابعني ويشوف الجديد. يدير الجرس. يفعل الجرس. واهلا وسهلا فيكم. شكرا.